اهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان هكون انا مع حضرتكم جرمين شلبي في هذه التغطية الخاصة المرأة في الجمهورية الجديدة لها وضع تاني خالص احنا في العصر الذهب للمرأة المصرية عصر تمكين المرأة طبعا ده بفضل توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خليني أقول لحضرتكم اليوم وفي خطوة هامة جدا ولأول مرة أعلن دكتور مختار جمع وزير الأوقاف أنه بعد النجاح المبهد لعمل المرأة لعمل الوعيزات في وزارة الأوقاف في مختلف المجالات ومشاركتهم في التقفيف الديني في موسم الحج وأيضا في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية والقرآنية والتصفية ولأول مرة هتقدم الوزارة المرأة المصرية الأصيلة مقرئة للقرآن الكريم من خلال إطلاق أول عشر مقارئ كرآنية للسيدات يتبعها العديد من هذه المقارئ أيضا تقدمها مفتية للنساء في قضايا المرأة وشؤونها من خلال انطناق أول أربعة مجالس للإفتاء في قضايا المرأة وشؤونها على يد أربع من أفضل الوعظات المؤهلات لذلك من خلال العديد من الدورات المتخصصة في هذا الشأن البداية والانطلاقة ستكون بداية من يوم السبت خليني أقول لحضراتكم خطوة عظمة جدا وعشان نعرف نتكلم أكتر عن هذا الأمر إحنا بيشرف وبينضم إلينا على شاشة تلفزيون اليوم السابع الدكتورة وفاء عبدالسلام الواعظة بوزارة الأوقاف وإحدى الواعظات التي تم اختيارهن لهذه المهمة سيد الخير وأهلا بك يا دكتور وفاء أهلا بحضرتك وبداية يعني عايزة أبارك لحضرتك ألف مبروك وبالتأكيد عايزة أعرف شعور حضرتك باختيارك لهذه المهمة العظيمة عايزة أعرف شعور حضرتك لكن في الأول عايزين كمان نتكلم عن التفاصيل والمعايير اللي تم اختيار جناء عليها الواعظات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شهينا محمد وعلاقات وصحرية وسلم تسليما كثيرة أنا بشكر لحضرتك على هذا اللطاء وفي الحقيقة الشعور لا سعادة سعادة غامرة مش بالاختيار فقط ولكن لموجود مكانة وأرض صلبة للمرأة المصرية ضعف عليها كوعظة وكمفتية وكمطرئة وكاتبة وكمشاركة برامج الألمية الدينية فالحمد لله سواء كانت فرئية أو بسموعة فالحمد لله رب العالمين أننا في الجمهورية جديدة لنا هذه المكانة والحمد لله طبعا زي ما حدثت تفضلتي وأثارتي سبق هذا الأمر إشراك الوعيدة منذ أن أعلم عام 2017 هو عام المرأة المصرية ويعني تفاهم للقيادة السياسية لما كانت المرأة وأمورها في المجتمع وفي الأسرة تم اختيار مجموعة من الوعيدات وتم تأهلهم تأهيل وتفقيل على مستوى عالي جدا سواء في أكاديمية الأوقاف الدولية سواء في الدورات والمشاركة حتى في الندوات الدولية والمؤتمرات الدولية اللي بتعفضها المزارة بروتكولات موقعة ما بين المدنس القومي المرأة ومن الهيئة الإلكتلية وتم مشاركة الوعيدات مع مكرسات وقديمات اليميسة ونزلنا على أرض الواقع ويمكن كرمنا فخامة الرئيس وسمانا سفيرات المحبة والسلام فقلعنا الحمد لله لأول مرة يمكن تاريخ نص إن تطلع وعدة للدعوة خارج مصر وكان لي شرف المشاركة في هذا الأمر إلى دولة السوريان الشقيقة طلعنا الحمد لله في بعضة الحاج الحج البلد 19 يعني للإفتاء للإفتاء هناك مساعدتهم من شعر بالفكوى وبالوعد فالحمد لله التأهيل كان كثير وأخذنا دورات كثيرة جدا جدا سواء في أكاديمية ناصر سواء في جمعة القاهرة في الإعلام الحمد لله من شضر الله تم عداف مجموعة كبيرة في الحقيقة من الوعيدات للعمل على أرض الواقع مع السئلات ومع النساء وفي خدمة التمع وخدمة الوفاق الحمد لله من شضر الله تم تحيير مجموعة وشرفت أن أكون في المجموعة الخاصة بالمقرآت وشرفت أن أكون بالمجموعة الخاصة بالمقرآت فربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا عند بطن الظل وأن ننفع الأداد والبلاد إن شاء الله إن شاء الله يا فندم إن شاء الله ويعني حضرتك تستحقيها وبجدارة الحقيقة وأنا سعيدة جدا وأنا بسمع من حضرتك كل هذا الكلام هي خطوة مهمة الحقيقة أنها خطوة أهمة جدا بس أنا عايزة أعرف يعني برأي حضرتك إزاي الخطوة دي ممكن تساهم في مناقشة قضايا المرأة وأمور المرأة في الحقيقة في كثير من الأمور المتعلقة بالمرأة لو بيكلم على الفتاوى كثير من الأمور المتعلقة بالمرأة لكن تستحق المرأة أن تتحدث فيها مع الرجال تتسمع فيها مع الأئمة فتلجأ إلى المرأة في أمور كثيرة الحمد للناس ساهمنا في الفترة الماضية نحن نصحف كثير من المفاهيم التي بتعلقناها وفاهمناها من خلال أكلمية الأوقاف الدولية والفاهم الصحيح بالمقاصد السنة والفاهم الصحيح بالمقاصد الشريعة فبدأنا نفس هذا الأمر تصريح المفاهيم عند المرأة يعني إيمانا بأن المرأة هي الخطوة المساعدة الأول لهذا الوطن لأنها هي التي تقربي النشر وهي المسؤولة إن كانت هي نص المجتمع فهي تقربي النص الأخر فهي مسؤولة عن المجتمع لما تساعد هذه المرأة في أنها تعرف محور دينها الصحيحة ونجيط على تساؤلات هذه المرأة وإننا نحاول نصلح من كثير من عددنا ومتقردنا الموضوعات التي ليست للشرع لها علاقة زي زواج القاصرات زي الثاني الجنات زي أمور كثيرة بدأنا نشتغل عليها على أرض الواقع يعني بتصلح وتبين بالمرأة بإيه الإسلام كرمها وقد إيه ليها مكانة في المجتمع وقد إيه ليها مكانة تنهضة الأمة ونهضة المجتمع ده كل ده دورنا مش بس إن إحنا نعرفهم الأمور الشرعية ده جانب الأمور الشرعية دورها في هذا المجتمع ودورها في الأسرة وإزاي يعني تنجوا بأسرتها من براسم الإرهاب والفكر المتضرش أنا كنت لسه أسأل حضرتك عن الجزئية دي الحقيقة هو فعلا الدين الإسلامي من أكتر الأديان اللي قرم المرأة المصرية ويعني خصها بمكانة خاصة جدا الحقيقة لكن إيه الموضوعات الهامة يعني اللي على رأس القائمة اللي حضرتك بتوليها اهتمام وإن شاء الله هتوليها اهتمام أكتر الفترة القادمة والله أنا يعني يعني أنا شخصيا مهتمية جدا جدا من شطرة طويلة ومنذ أن أستطيعي كل هذه المهام أولا أنا منصق العام لمبادرة سكن ومودة اللي أطلقتها وزارة الأوقات فأنا قصة صلاح الأسرة وصلاح البيوت وإن اتفاع عدد جسب الطلاق إحنا نحافظ على الجهة ننزل هذه جسبة ونحافظ على الأسرة هي من أهم الأولويات الأخلاقيات والسلوكيات من أهم الأولويات لأن هي بالقدوة هتطلع نشر صالح بدون أن هي تقوله افعل ولا تفعل ولكن بالقدوة الصالحة فالموضوع ده مهم جدا جدا يمكن إيمانا من أن أول ما يمارس العنط ضد المرأة هي المرأة فمنهضة العنط ضد المرأة من أولى الأولويات منهضة العنط يبقى ضد المرأة بقصة القدام بقصة زواج القاصرات بقصة أنه نحن نخل المرأة عندها تبكين اقتصادي عندها رؤية بذاتها والحقيقتها وأنها تحفظ على نفسها وقال لا تهان وقال لا تبع وقال لا تشترك ده كل الأمور دي احنا محتفين جدا 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 بيها أن نحن تطقيق وتعليم ومشيق جزئية هامة جدا يا دكتور حضرتك بتتكلمي عليها خصوصا يعني احنا عارفين أنه أكبر عدو للمرأة هو المرأة ففعلا جزئية هامة جدا حضرتك بتتكلمي عنها ودي مواضيع هامة جدا وكمان موضوع الطلاق أو الانفصال موضوع هام وكان أتكلم عنه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكتر من مرة فالحقيقة يعني كلها موضوعات هامة جدا وأنا متحمسة جدا وسعيدة حقيقي بهذا القرار لكن قبل ما أختم عايزة أعرف من حضرتك يعني هتكوني مسؤولة عن مسجد ايه وإيه تفاصيل عمل حضرتك ان شاء الله خلال الفترة القادمة بالنسبة لشيخ البقراء أو شيخة البقراء هتكون في مسجد السيدة زينب إن شاء الله بإذنها بالنسبة لدروس العصر هتكون في عمر المعاص وهتكون في السيدة نديسة وهتكون في مسجد السيدة زينب بالنسبة للجفتاء هتكون في مسجد الرحمن الرحيم إن شاء الله بإذنها في صراح سالم فيعني الحمد لله من فضل الله أنا وكثير من الوعظات منتشرات في مساجد كثيرة في مصر عشان تساعد كل منكمين المساعدة سواء بالفتوى سواء بالقرآن الكريم سواء بالوعظ سواء به حتى الجبات على المسجد المساعدة على إنه نحية حياة كريمة سعيدة مع أسرة وتمست إن شاء الله كانت يا فندم يعني قبل ما اختم كانت معلش آخر سؤال كانت أكتر الأسئلة اللي بتوجه لحضرتك خلال الفترة الأخيرة كانت إيه هي الأسئلة اللي بتوجه لك باستمرار في الحقيقة طبعاً يعني لو تحدثنا عن الفترة الأخيرة في كثير رمضان فكثير الأسئلة انطقية القصة بالمرأة في شهر رمضان صحيح ده بالنسبة للفترة في شهر رمضان لكن فيما قبل شهر رمضان فأكتر الأسئلة اللي بتجلنا وأكتر التساؤلات اللي بتجلنا اللي بتجلنا العلاقات القصرية بين المرأة وزوجها في البيت بين المرأة وأهل زوجها بين المرأة وأبناءها ويمكن بنحاول نساعد إن إحنا نصلح هذه العلاقات وكيف تكون الشركيات بيننا وبن بعض وإساك نحتوي القصرة ونحتوي الأبناء ونحتوي السوق والكيران وكل العلاقات المرسلية في محاول القصرة والمرأة والسوق والسوق صحيح ويعني المرأة لها دور كبير جدا في المجتمع وإذا صالح حال المرأة بيصلح حال المجتمع هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي الأبناء الحقيقة يا دكتور أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك وإن حضرتك موجودة معنا على شاشة تليفزيوني يوم السابع ومرة أخرى ألف مبروك وربنا يوفق حضرتك وكل زملائك الوعيضات دكتور وفاة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أنا بشكر صحيتك جدا وقبل ما أختم أنا بعد تحية والشكر والتقدير لفشامة الرئيس ولبعالي وزير الأوقاف وبشكرهم على استقاطهم في وعيضات مصر وإن شاء الله نكون عندها حصة إبناء إن شاء الله إن شاء الله دكتور وفاة عبد السلام قال وعيضة بوزارة الأوقاف أنا بشكر حضرتك يفندب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الحقيقة إن هذا القرار يعني قرار هامي جدا وخطوة وإنجاز عظيم خصوصا يعني من فترة قليلة كنت بتناقش يمكن مع إحدى الوعيزات عن هذا الأمر كمان كان لنا لقاء من الفترة مع دكتور يمنى أبو النصر أيضا الوعيزة بوزارة الأوقاف وهو خطوة عظيمة جدا الحقيقة وأنا سعيدة فعلا بهذا القرار وبالتأكيد كل الشكر وكل التقدير وكل التحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأيضا لوزير الأوقاف على هذا الإنجاز العظيم دكتور مختار جمعة لأنه يعني عصر تمكن المرأة فعلا العصر الذهبي بتعيشه المرأة المصرحة لأن قبل ما اختم مع حضراتكم ضروري بقى إن احنا نقول أيضا يعني توزيع الوعيزات بخصوص قسم الفتاوة زي ما قالت لنا وأضافت إلينا دكتور وفا عبد السلام الوعيزة بوزارة الأوقاف تكون متواجدة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ده هيكون يوم السبت من كل أسبوع بين صلاتي المغرب والعشاء أيضا من ضمن الوعيزات اللي تم اختيارهم لهذه المهمة أيضا الوعيزة نيفين مختار بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها يوم السبت من كل أسبوع هيكون أيضا بين صلاتي المغرب والعشاء والوعيزة دكتور يمن أبو النصر بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوم السبت أيضا من كل أسبوع بين صلاتي المغرب والعشاء وأخيرا الوعيزة دكتور جيهان ياسين بمسجد الاستقامة بميدان البيزة يوم السبت أيضا من كل أسبوع بين صلاتي المغرب والعشاء وبهذا الخبر السعيد طبعا أبارك لكل الوعيزات بوزارة الأوقاف ومبروك للمرأة المصرية شكرا لحضر لكم على طيبة المتابعة وكونوا معنا دائما على شاشة تلفزيوني اليوم السبب إلى اللقاء